أوضح النائب السابق أمل أبو زيد أنه وبعيد انتخابه نائبا في أيار عام 2016 عقد اجتماع في بلدية لبعة بدعوة من رئيسها فادي رومانوس حضره والسيد محمد الشماع وبعض رؤساء البلديات المجاورة ومختاروها نوقش فيه موضوع الكسارة وانقسمت المواقف حول الكسارة بين رافض لبقائها وقابل بها لقاء مطالب وافق عليها الشماع ولأن الشماع لم يكن على سابق معرفة برئيس اتحاد بلديات قضاء جزين خليل حرفوش الذي لم يحضر اجتماع لبعة فقد تمنى على أبو زيد تأمين لقاء بينهما لمناقشة الموضوع وفي اللقاء طلب أبو زيد إلى حرفوش إقفال الكسارة لأن رخصة مجبل الباطون التي يتذرع بها لا تعطيه الحق في إنشائها وهذه الواقعة تنفي كلية ما قيلة ويقال عن وساطة أجراها بين الشماع وحرفوش أما لقاء وزير البيئة طارق الخطيب فقد كان في سياق العمل لإقفال الكسارة وقد أبلغ الوزير الخطيب الشماع أنه لا يمكنه متابعة تشغيل الكسارة لأنها غير مرخصة قانونا وفقا للأصول هنا انتهت علاقة أبو زيد بموضوع الكسارة وتطوراتها خلافا لكل المزاعم والافتراءات وختم النائب السابق بيانه بأنه إذا كان لابد من مساءلة أو محاسبة فيجب التوجه أولا إلى الجهات والإدارات الرسمية التي منحت التراخيص قبل رميل اتهامات من دون التأكد من صحتها ترجمة نانسي قنقر